السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في سلسلة ستي سكاينين والحين عندنا لا إله الله ساعدوني مشروع المزرعة انكملة طبعا أنا شو سويت مديت شارع من هنا بس عساس توزيع الزحمة شغلت اللعبة وتميت أراقبها شوي شو السالفة أشوف الزحمة اللي هنا لا تطاق والزحمة اللي على الإقطارات استود زحمة طرفية مثل متوفون خط أحمر فخلونا نساعد الزحمة تعرفونا بشو بخط مطار نحن محتاجين مطار مطار يساعد الزحمة هيكلها نحن استعملنا الثلاث شوارع خلونا نسير وطبعا لازم نسوي شوي وصلات شوارع الوضع الحالي ما يكفي صراحة مطار بالطريقة هذي أحس بيكون ناجح دايوا وخلنا نشوف المطارات اللي يعني أنا نزلت شوي أشياء يعني مساعدة بس على ما يبدو نسيت شوارع المطار صراحة أنزلها عسى أقدر متشوارع عديد المهم مهم أنا بحطي من الدزاينات اللي موجودة بنحطي من الكارغو ايربورت اللي أصلا موجود في ديزاينات عندي ما اشتغلت لسبب من الأسباب ولكن ولكن إن شاء الله راح نشغلها بس أبراويكم الشي شوفون هذا هذي سجون بنسوي سجن رسمي هني شوفون برزون كباسيتي 2 برزون كباسيتي 3 ومشي هني عفواً وهذا السجن المركزي وهذا الارج برزون بلوك كل سبع نساجين معنا بنسوي خطة سجون كبيرة هنزي خلنا نرجع مرة ثانية اللي هني ونحطي لنا مطار للكارغو هني جنب اللي بسكة المطار بالطريقة هذي ونرجع الخط مرة ثانية نفس المكان اللي يعمل نخل الناس بالطريقة هذي ونرجعهم بالطريقة هاي عساس نغير مسار الزحمة من الخطار شوية الى هذا نزين في هذي الحالة يمكن نحتاج دوار ليش مش يمكن كان مفروض هني دوار من زمان ولكن اذا سويت هني دوار في شوي عقيدات بتتخل في الموضوع والشي خلنا نوصل خطي ديديد نبأ خطي ديديد من هني شوفوا هذا الشارع طبعا الشارع الرئيسي خلنا ناخذ هذا التول ادقون shift control click shift control click بيستوي هذا شارع فرعي وبنطلع شارع خلنا نقول خلنا نقول خلنا نقول 1 2 3 4 5 مش هذا الشارع لا نطلع اربع دينات طريقة هذه اوكي اوكي ناخذ نحن خفيف يعني بس يمكن نحتاج نزيده ونوصل الشارع هني ونسوي هذا المكان بمثابة دوار هني ناس تاخذ اتيرن من الشارع العام طبعا طبعا هني طبعا في هذه الحالة ما رح يفيد هذا التخاطع صبر خلنا نشل هذا التخاطع بكبره من زين ونحطي شارع بغض النظر هنا عن نوع الشارع خلنا نشوف طريقة هادي نحطي شارع يلا بسم الله بسم الله نحط نكبر الدوار نبا تريلين هايوي عفوان مش تريلين نبا تريلين هايوي اللي هو شارع العام بالطريق هايوي ونرجع نوصل الشوارع بعد ما نكسر الوصلات الزيادة اللي حطيناها هني ايوة شليت اللي هنا كليته وحطنا بسم مشكلة الا دون في هذا هذا عبا بعد تحت عبا بعد تحت اوكي وخلنا نوصل هذا السيدة بالطريقة هاي هذا السيدة بالطريقة هاي والنيب upgrade tool right click ونجلب وبيبقى لنا الشارع الأخير اللي هو هذا اربعة شوارع نيبة mile بالطريقة هذي بيكون ويد احلا طبعا مرتين نرجع على temp tool troll click وطبعا بهذا الطريق شو بنسويه بالنيب الاربع شوارع اللي هو هني اه شارع اساسي هناكو نسوي بالطريقة هذي نيب والنيب اربع شوارع في حظنا عفوان لاني خربت الدوار again control shift click وستوى عندنا شارع يديد بدوار يوصلنا للكارجو الحين الشي الوحيد اللي باقي خلنا نوصل اللي هو عفوان الانذر ground هذي ونوصل له ماي طبعا ماي من الخدمات جدا اساسية الماء ماي معوخ شوي بس ما عليه نرقع الماء يوصل بالطريقة هاي فصار عننا اختار كارجو موصول بدوار اهني من زين نسويه لشبه دوار وعندنا اللي هو الشاق لا إله الله صديقنا اللي هو هذا ياتم معا شويني مستوي اليوم لا سنسكل شي اللي هي خلاص أنا خلاص أنا تشوف دوري بحصل شارع مطارة هني يبقى محتاج شوارع مطارة أنا متأكد كان عندي مالس سيرفوسات ليش ما عندي الحين عندنا مباني صغيرة كارغو عدم هاي المفروض ما يخدمون أشياء وايد بس بس كشكل أنا بضيفه مهني مش بالطريقة هاي عفوا تيب الثرش وارع نخلي تيم المطار على هذا أخدمه بالطريقة هذي بس بنخلي الشارع اللي هو الأساسي خليها دور لا خلي بالطريقة هاي كأنه دوار شفو يبقى كأنه دوار شفت شفت كلك كأنه هذا بيتعامل مع دوار بنحطي كم مبنى كارغو تحت هني يخدم المطار شكليا شفو شكليا 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 صراحة هذا الصعوب اليمين في واحد مفروض يكون وسط هذا مش وسط هذا وين ليش في فراغ عيمينة أنا تصورت انه بيكون شوية بشكل مختلف بس على ما يبدو هي سيستم مخازن فكل مخزن يكون بروح اشوفو شو يسور الدين هذا شو ها بروح مع نفسه زين إذا بالطريقة هاي فكل واحد فيهم شكل يعني هاي كل واحد فيهم شكل بس أنا ما باكل واحد شكل صراحة كلهم نفس الشكل المطار يم تسيرون مباني ترى في العادة موحدة عرفتو وهذا اللي حطينا هي هذا اللي حطينا المباني تكون موحدة ما تكون اشكال مختلفة ها المباني في العادة لان يبنونها في العادة كنت تركت واحد تكلفة وحدة وخلاص يعني انتهي الموضوع عرفتو نزين هذا المطار وهذي مخازن اللي عند المطار بس هالمخازن ما تكفي صراحة خلوني نحطي مخازن يعني بالطريقة هذي وبنحطي مخازن اهني مخازن مطاري يعني لازم تكون منطقة جبار المخازن مش منطقة عادية تكلم عن مطار دولي نحن والمطار استخطاب عالي الناس فلا يمكن ان نسوي بالطريقة هاي بس او ممكن ان نمد حتى المخازن الحين هي كرقعة مخازن مش سيئة جدا بس يبالها شو المحالة تجارية قم بطاكس اوفيس وربعة هاي اللي في العادة تشوفونهم في المطار وهالسوالة في ديوتي فري مال كارغو يعني بالعربي عرفتو؟ الزين الحين هاي يعني شاحنات شاحنات احطي يشوفوا هني ما في باركنات لا حد يحتشر في باركن اربعة خمسة هني وكم باركن هني اوكي احطي باركنز لا حد يحتشر لا حد يحتشر بس زين والله ما قمت لحتي باركنز نفس الول خلاص يعني لا حد يحتشر علي لا حطيت باركن باوي لوي لا اختربت اللعبة زين 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 خلوني احطي باركنز يعني والله عيب يعني ما تخلوني احطي باركنز طبع حطي باركنز اساس اني اسوي مشكلة مكان ضيق في حد كان داعي على باركنات شكله وما بقى اغير لان المكان عيبني بيكون في باركنات اول شي بس باركنات ما نبوي باركنات ثاني نبوي شير خلاص انا غيرت شوي ثيم المدينة هاي حطيت شير شوي مختلف بس طبيقم بتحطي خط واحد في الوسط عفوان هذا الشير زين بالطريقة هاي خط في الوسط يمتد لين الآن هذا نزين هني شو بنسوي بنحوله الى شا اسمه غصب الى دوار غصب كيف الطريقة تحول دوار الى غصب بالطريقة هذي نحطي هذا الخط واني بيري التمف ونشوف استوي بطريق ايوه هذا استوي يعتبر دوار اللي بيروح يمين بيروح هني ولي بيروح يسار تراه بيروح المطار واللي بيرجع ما يقدر يجع مهني لازم يروح يدرب كامله لو رجعت الناس مهني بستوي شوي مشاكل ثانيه الزحمة ضخمة بس مفروض المطار يبدأ يشل من زحمة المدينة الصراحة ولا عفوا مش المدينة الا ايه القطار اليوم لا انا مشفر ما دري احس هاي المي كافون احس محتاي ابني خلني شرب قهوة افكر احس افكر احطي اشياء ثانية احس حاليا ما يستحق حاليا هالمنطقة خلنا نتكلم فيها خلني بلنا منطقة ونسوي لها زون من تحت القطار زين ونسوي لنزون بالطريقة هذي زين هذي بسميها الفارم تون وما لدع يسميها يعني بس يالله فارم تون بندخل للثيمز بنسوي انا بلاو بلدنكو سار نات ان انا ثيم لا نبقى الثيم مانيجر نفسه ابقى اسويهم كلهم ديزاين واحد نيو ثيم اسفار يونيفايد مثلا الاشياء الله ما يشفر عن زين بنحطي نوع معين من البيوت اوكي ابقى بيت شكل واحد فقط ما يتغير كلهم يكونون نفس الشكل حلو؟ هذا يليق على المزارع شفو هذا بعد الستايل هذا فيه استايلات حلوة صراحة يليق على المزارع اظني احلى شي شفت صراحة بابر براويكم خلي اللون الفاتح هذا ثيم رقم واحد واللي بيبدل بس اللون ما بخلي احد يبدل اي شي ثاني باقي الاشكال ما نبقى هانزين اه الشي الثاني نبقى المباني التجارية الصغيرة تبقى يكون شكلها شو يميز ابقى كلهم يكون بيض اوكي عفوا انا هذي مش مباني تجارية هذي ليش ما قاعد يطلع لمباني تجارية الا بالسكرو معني دقيقة الفلتر اللي فوقه مباني تجارية انا بسامحهم هنزين هذا من سكرة بنسوي فارمينج انفايت شكله بيكون حرفيا مجموعة مربعات اوكي نابل ثيم منيجر نابل فارمينج انفايت خلاص الحين نحن نشوف هني نسير هني 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 سواي لها كلك نزين البيوت هاي يعني مفروض تكون بيوت مزارعين بسيطة نزين مش بسيطة صراحة نسبيا بس انه تعرفون الوضع انتو مدينة الشوارع اسم ما يلقى عليها الشوارع ضخمة صراحة فخلونا نسوي الشوارع الشير نكمل على الثيم نفسه بس شو نسوي اني هني هني نحطي دوار صغيرون مش هذا بالطريقة هذي نكسر اح نكسر الدوار كاملة ما يعيبني اذا بقعد اسوي مرة ثانية نحن كل شوي في بلايد سبب نزين بالطريقة هاي نيب اداة التكسير نكسر هاي نكسر هاي نكسر هاي نكسر هاي نكسر هاي هذي وضعها اوكي نزين نوصل الشارع الاربع الشوارع هني نزين ونطلع منه حشيش هني سوف ترى الشارع اللي هني عودة نسوي بزيادة ونسوي بالطريقة هاي الحين هاي المنطقة راح تحمل طابع انها وسيع ليش المزارعين الاماكن القديمة والاماكن المزارعين تكون اراضي بعيدة في العادة دمعت الخير الاراضي البعيدة تكون اراضي رخيصة لانه يعني منطقة ارض ما حد ساكن فيها عرفتوا في البداية بتكون شوي عالية والله ممكن بعد نسويها بالطريقة هاي لا مبشي معي يا ابني نزين نسوي بالطريقة هاي نوسع عليهم هذي منطقة مم مشكلة شوي نسوي المنطقة هذي كاملة فيها وسع جميل نزين ما قاعد احطي هدف ان يكون كمية بيوت ضخمة على كثر ما يكون مجموعة بيوت على الزاوية موجودة ثانينين مش محتاج كم الناس في هاي المدينة ابدا ما تحتاج كم الناس اللي يعني تقيلون الطريقة هاي ما بدش الكم ضخم من الناس فعادي يعني نزين شي ثاني نقدر اني بشارع طريقة هذي يستوي عنا مجموعة شوارع مجموعة خدمات الاخرية نشوف الماي الماي طبعا مش واصلة هني الحمدلله نطبع هنا عليه بدري نزين فارم تاون هذي ولا قرية المزرعة خلنا نشوف ننسى بطريقة هاي ونمدها بالطريقة هذي ونمد الماي والله لمدادات بيضة يعني صراحة مدادات تبني اللي يزعلها مني من حقا نزين اول شي بنسوي نشوف الزون وانا واصل لوين الزون وانا واصل كامل كامل ان شاء الله ما يتم مشفر لان احيد اخر فترة كان مشفر شوي زون كان زين المدخل دكاكين بالطريقة هذي ورا هني بيوت 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 متموعة من البيوت قدر الامكان ما عندنا مشاكل اوكي هني بنحطي يمكن هني في الوسطة نسوي حديقة صغيرة وانا اقل مزين لكن حاليا هذي بتكون الفارم تاو خلي تشوف البيوت اللي اه ما بنو بيوت ان شاء الله ما يقلت ان شاء الله ان شاء الله يبنون هذي بتكون المكان ولا بيكون المكان للسكان في حال ما بنو الثيم انا بكنسل الثيم هذا وخلاص يعني راح امشي على الثيم عادي خلنا نشوف الزحمة اللي هني بعدها شغال الزحمة والله شكلها ما ينفعل لمطارات خراحة شكلها ما يفعل لمطارات لانا بالوضع هذي الحالي ما يبشر بخير يا فكرة يبون القطارات غصب خلنا نشوف هذي يمكن يشر شي من الضغط ولكن هذا الوضع الوضع سيء جدا ممكن نسوي خروج ما نبقى ما نبقى انا اظن ثيم هذا ما بيشتغل على فكرة ننزيل بالنسبة للمنطقة هاي هالمنطقة هاي خلاص بنحطي اخر اظنى واني اخر بس تكفيها حاليا حاليا بطريقة هاي تكفي بس احس اني بكنسل هذا وايش يبون نزلونا حاليا لان اشوف موضوع الغطار خلهم يروحون وين المطار المطار او ياخذون هايوي خلاص والسالفة اني اجمع الزحمة هاي الخرافية هاي احس مالها داعي ابدا صراحة الحين بيروحون هاي الموضوع ثاني مشكلها بيوقف حركة تصدير عندي لكن دعنا نحطي مطار ثاني ما في لكن دعنا نحطي مطار مقابل هذا المطار لحظة في قطار انا ناسي موضوع القطار اللي في المطار ناسي تماما يا جماعة الخير كيف ما تذكروني ما ذكرتوني ابدا هنا ما اذكرك انهم يساويون وصلات قبل لا تحيدون ثلاثة الثاني خلنا نتشوف نهايته هنا يمكن يسوي زحمة ضخمة يمكن ما يسوي بس في كل حوال استوى عندنا مكان واحد او هب واحد اللي هو راح يستخبر زحمة الشاحنات والتصدير لا لا الوضع يبا لا تكتكه صراحة الوضع يبا لا تكتكه خلنا نشوف خلنا نشوف هذا القطار يبتم من فوق وسويته هنا منطقة ما ما بيستوي خلاص ما بيستوي ثيم خلنا نشوف ثيم خلنا نشوف ثيم خلاص ثيم خلاص يعني المنطقة يمكن فيها شي ما شاجه خدمات او شي مش مش مشكلة بس مش مشكلة الحين هاي بخليها على جنب وبسامحها على قولتها بالنسبة لان المزارع حاليا المحتاجين نزيد المصانع نفسها اللي يتصنع اشياء حق المزارع بس مكان التصنيع يباله تفكير لان اذا حطيته مكان عشوائي ما بينفع بحطيهم هني خلنا نفتح المزارع اللي هني نبق فلورمل بس نسوي فلورمل هني على هذا الشارع طريقة هذي خلي شوف هذي ما مشكلة اربعة فلورمل وخلنا نسوي ملكن بارلور بعد مش غلط لانه عندنا شسمه حق البكر هاي لازم بروح المكان ما بلوث المكان حاليا كتل شد ما نبا وعندنا سلوتر هاوس صراحة نبقى ماذا بعمصل اخنبها ازعاج خلي سوي عادي مو عندنا نحن مشكلة في الازعاج يعني خلي شوين دخله في بعض انا برضه بالوضع الراهن هذا حاليا مخابل المكان الصراحة انا اسف لكن في ناس بتضايق لكن ما علي بس اشيار يشوي المبنيين لازقين في بعض باعتبرهم وخلاص انا اسف مقدما انا عارف في ناس بتحت شرك الحين هاي البنتجو حليب هاي البنتجون كذا شو عندنا بعد نحن حق انتاج عندنا في المزرعة ما عندنا شي ثاني فالمنطقة الثانية اللي هني شو فيه شو فيه بيكري بنخلي باقي الاشياء خلاص باي باي شوفوا طريقة هذي والله حس بيوتوم هني كانت احلى لحظة هذا فارمينتنس احلى بولي ستيشن فارمينتنس بحطي هناك ما عليها هاكي للمزارع راح باي باي ها شو باي 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 هذا معناه في زحمة من هني طارت ترا خلاص في زحمة من المدينة طارت قريب المدينة فيه شاحنات ما تحتاجتها ترا خلاص بس سالفت اني وأنا قعد امسحها موهيين اغلانة ترا هادراه السواريف تاخذ وقت 您 زين م زين و Lithuan انه مثلا أه الحينهاذا أخذ منه حلقتين صح ولكن في نهايت اليوم هاشو باي كري هذا خلوه هنا. هذا خلنا نهدمه. هذا محطوط طرح حق المصنع فبخليه. والثاني بخليه. لان هني بتكون انا اظن بخليها منطقة مصنع. ما راح ألغي موضوع الصناعة من هني. احس ما يحتاجه. لين ننقل هاي رخلنا نعطيهم كهرباء. معانا زحمة الاخطار هني تخف. بس زحمة الاخطار اللي هني مسوية مصيبة كانت ف. بحساب انه مطار واخطار مفروض ان يعني يعفينا من وايد اشياء صراحة. اهني يقدرون يدخلون ايوه. اهني يقدرون خلاص. الزحمة تحولت زحمة شوية عادية استوته هني والزحمة الدنيا استوته عادية. بهذا حاليا. حاليا. بخليه. ليش? بايستيقروه هني. ولا نهوض للصناعة شوية الامور. في عقب برد نكمل المكان هذا. هاي شو صرفته يا اخي في اماكن عندي في الماب هذا اه. ايا كريه. يحط طلب مني اسم الماب من زمان. مشكلة والله ما اذكر اسمي. كي تدور على الماب بعدين. نسيت انا اي ماب اخترت. نزيل. الحينها بيوفر عليها زحمة هالخط. وبيكون في زحمة هني. مو مشكلة يعني. بس القطارات قاعد توفر الزحمة. بس المشكلة. مباني الشحن اللي هني ولا الطائرات الشحن راح تستوي زحمة. هذه الفكرة العامة. نزيل. نحن هذا حاليا بخليه مكان زراعة ريموت بعيد عن العالم. نزيل. وفي خطوة ابا خلي المصانع شوي ورا. نعم صراحة ان ابا ايب المصانع كلها في منطقة وحدة مثلا هني. ملو? وفي قطار هني. في قطار. اه انا قطعت القطار كان في قطار هني انا قطعت ايما سويت الشارع. سوي انتبه يا الله. رات الواحد هي بالعيد. وهو مش منتبه الصبر. انا رجع الاخطار عن الاخل. لان الوضع ما يبير الشرف خير بالطريقة. هاي خلينا نرجع هذا هني. هذا هني. رجع هذا وراه. هذا وراه بالطريقة هاي. الاخل اختار اللي هني انا قطعتها يتوصل ولا حرام? ايه ناس في في حركة هني في ايه. اشي اغطار متوصل مع منور جهة الثانية كيف? اه فقط من هني صحيح? المصنع الجديد. بس المصنع الجديد مفروض جحمتها تخفى الحين لان يعني باني الزراعية شليناها خلاص. خلاص شليناها من بعد ما نبوهم يعني. كل شي شليناه. اشو شو بتحول مدخط من جارع صبر. الله هيا هذا بعد ينشل من هني. ينكر المصنع عشلها وديها هني خلاص. من داخلية القطار ونسوي طيارة كارغو. كل شي طيارات كارغو خلاص. طيارة مع سكة. انتوازلنا الدنيا. لازم لازم هي اللعبة بالتكتك. تشوفوا الزحمة. يعني الحين افضل من اول وايد ترع فكرة. بس هني زحمة طبيعي لانه انتاج عالي عندنا انتاج ضخم. مش انتاج بسيط انتو تكلموا عنا يعني. انتاج عالي. لان مش قادرين يصدرون عن الغلب يعني. ما شاء الله يعني نحن سوينا انتاج عالي. زين هنا انا اثار فضولي المكان. انا اعرف يعني اذا حطي مثلا. هني. انا راح يعتبرونها منطقة صالحة للسكن. انا مراتي ستويها الشيطرة. نزيل. اظني الحلقة اللي آية. على الاغلب على الاغلب. راح احطي لكم اه اللي هو. ايه. طريقة ايه خلا اوصل كارغاني. كيتوصل ولمتوصل الحين. ايه. نزيل. على الاغلب على الاغلب انا راح احطي سجن. بس سجن 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 من فارق احبابي. وين احطي السجن؟ سجن ممكن هنا وصل يبل. سوي مع اسكر وسوي لران وسوي هذا. من صوب يبل. من ثلاث اه الطراف يبل. خلونا نعطي المخطط الرئيسي للمكان. هذا بالذات لازم تكون دخلتها خايسة. نزيل. وفيه قطار يمر لنا هنا. نقدر اني بخط قطار لداخل السجن. يمكن ما نحتاج قطار حتى حق السجن. ما نحتاج نحتاج قطار. لنشوف منطقة زينة. ان ما بقرر بتري شوي اقرر يمكن انه. في اساس شاور. ممكن نسوي نصدق الكتراز. عرفونا الكتراز نسوي. برشيز. برشيز ميتين الف يخر ببيتك. برشيز. بالطريقة هاي. نسوي اه. وين مكان ما في حد. هذا. مزين. اني بمكان مان ميد ولا ما صنع البشر. اه ما بنسوي اهل حال خبس ابا اراويكم. لا 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 لا. بعد بعد بعد. نقدر سجن مكان احلى. سوينا قبل جزيرة. ابا اسوي مكان حول جبلين يعني. لو اسوي هاي المنطقة مثلا 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 مثلا. احني. نعطيك من مخطط الخادم هزين. طريقة هذي. هلو? والسجن في نص اليبل. سوفوا. ما في اي دخل اي طلع يعني ممكن تساعد الناس. نمد هذا شي. خلنا نحاول نخلي الطبيعي شوي. بالطريقة هاي. يبل المنصبين وين بيروحوا? يبل المنصبين? تقول وين بيروحوا? يبل المنصبين? واهني ونهر. وشوارع خارجية ودورية وطوين وبيروحوا? سجن ضخم على فكرة هذا لو نحسب الناس سجن مثلا. ها راح يكون باية ضخم. يعني شي خطير جدا. شوفوا. الاشيار اللي هني. ها سجن. ها سجن مركزي. وبشي عادي. انزين. هذا براح يكون خطط ان شاء الله لسجن مركزي. فنشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.